ازايه معنا في فيديو جديد. النهاردة معنا تبعاً شرح جديد النهاردة. النهاردة معنا الشرح عن جميع اماكن الجريفن اللي موجودة في الماب فيردر كلها. هقولكو جميع الاماكات اللي موجودة. وهقولكو كمان. آآ على طريق الترويد الجريفن. ماشي? فاول حاجة ندع بها باول آآ ثلاث اماكن. لان هما ثلاث اماكن اللي قدرت ألاقي فيهم الجريفن فعلا بياهم الرسبون. وهقولكو طريق الترويده في اخر الفيديو. يلا بينا على اول مكان. طيب اول مكان معنا موجود بالزبط هنا في المكان دوت. تعرف بس نشي الخريطة. اول مكان معنا وطبعا الجريفن عامل في المكان دوت. هو عادة كان بيعمل هنا. بس التفاهم هو تلاقيه في الحتة دي اما هنا. اما في المكان دوت. والاحدثة بالزبط هتلاقيها اه اه اربعة وخمسين. خمسة. واتنين وتوانين. تسعة. ده اول مكان للجريفن. هتلقاه موجود هنا في المكان دوت. او في المكان دوت انهو عند الماء هنا. يعني انت وحظك انه سعب بيريزون هنا. او بيريزون هنا. وده مكانوا في الخليطة. ماشي? تعالوا ندخل على المكان اللي بعضو. طيب انا رجعت لكم تاني مع تاني مكان معنا. تاني مكان معنا بالزبط هتلاقيه هنا او في المكان ده. هتلاقيهم من ما يعني عند الجبل دوت من هنا. ونقوم بالزبط انا مكانوا في الخليطة فوق اهو عند الصوباء اي دي كده يا ماشي. هتلاقيهم نروح على المكان التالت والاخير معنا. طبعا لقيت هنا الديناسور دوت اللي هو بيجيب لك لحمة هنا. لقيته في المكان التالت بتاع الجريفن. فانت حظك ممكن يبحيله طيلة الديناسور ده. طبعا من احسن الديناسورات في الترويد لانه اللحمة بتاعته بتبقى ايه احسن اللحمة. طبعا زي ما انت شايفين لقيت مكانه هنا بالحظ كان موجود في المكان دوت. موجود بالزبط عند آآ عند زيرو بوينت ستة بوينت زيرو آآ سبعة بوينت تمانية. طبعا المفروض هنا يبقى فيه للجريفن بس انا مش عارف ما لهم اختفوا ليه? مفروض المفروض يعني لا يعرفوا. يبقى فيه للجريفن هنا. بصوا مفروض يبقى في مكان هنا بس انا اقول لكم على المكان وانتو تروحو برضو. ممكن تلقوه فيها لان انا مش عارف ما لها هم مش عملي ليه. بس آآ هو مفروض في في هنا انا عشفته. نعمل في المكان دوت. طيب المهم يعني ان المكاة اللي احنا هنا فيه اا ديناصور أبو لحمد دوت اللي اسمه او اوفيز ولا يعني زلو ستة تلاتة وزلو سبعة تلاتة هتلاقوا مكان في المكان دوت بس اا مش عارف او شي مش عامل سيبون بس اما مش هم Shakira برضو حظينا حيchen ولاية الدايناصور دوت أبو اللحمدعت فهتلاقوا Congrats ناقص المكان هنا لانا لسه لأيه قدامكو. كده طبعا دول التلات اماكن اللي مفهود بريز بوم في يوم الجريفن. طبعا انا مش لقي الجريفن بس مشوهم. فدلوقتي بقى هنتحرك على طريق الترويد الجريفن. فتعالوا يلا بينا. طيب اول حاجة عشان نروض الجريفن محتاجين ان احنا نصنع ترانكولايزر دارت. الاسهم اللي عينيه يمو بيها. وهي عشان برضو التراب. التراب هنصنعه سهل جدا. محتاجين تلات الصور من العاديين. وبوابة. والترانكولايزر دارت هنعوزها بالبنضاية اللي هنضرب بيها. والموضوع بسيط جدا يعني. وبعد ما نجيب الحاجات ديات. نبدأ بقى ايه نتحرك على المكان اللي هنعمل في التراب. طيب تعالوا بقى نعمل التراب دلوقتي. نجيب دلوقتي البوابات ديات. ونحط واحد انا. ونسيب مسافة صغيرة ما تكونش كبيرة قوي. ونحط تراتة. اهم حاجة انها هتعديك. يعني لو عدتك منها. خلاص. هو مش هيعدي. هتكفيك. بس تقاش واسع قوي برضو. وتحط البوابتين. عشان ما يخرجش منها. وتعالوا نروح نسحبه. طيب. انتقول حاجة انت هتسحبه وراك. وتحاول تدخله البوابة. مافوض مش بالديناصور. لانا عملته ده غلط. مافوض تخش انت تسحبه بجسمك. وتخرج من الفتحات الدقيقة. بس انا بقص الدين يعني. فهدخله في التراب. وارجع لكم تاني. طيب بعد ما دخلت التراب هنقعد نضرب وارجع لكم تاني. طيب. دي مفوض دلوقتي ان الجريفن نام. اول حاجة طبعا عشان نروضو. عندكو تلات حلول. عندكو اللحمة الروبروين ميت. اللحمة الكبيرة العادية اللي انا هراوضو بيها دلوقتي طبعا. وفي الكبل. هاتولكو طريقة عمل الكبل قدامكم في الشاشة. لانا برضو يعني ما كانش عندي وقت نعمل الكبل بصراحة. فهديتوا اللحمة العادية طبعا اللحمة هتراوضوا عادي يعني. اتراوضوا. طبعا الجريفن مميزاته كتير ومفيد بصراحة. ولانه التغيرانة بتاعته بصراحة تفرق. فكده نكون روضنا الجريفن. طبعا جدا عن. لو الفيديو عايبكو. ياريت تولينا تحت في كومنتات. ولو انت بشترك في القناة لتشترك. لنعرضه طبعا جبنا لكم تلات اماكن بتوع الجريفن اللي موجودين في الماب. فردر جديدة. وطريقة ترويد الجريفن كمان. هو طبعا سهل في ترويده. ودينوسور كهاز جدا انت ممكن تتير دي وتعمل الحركة بتاعته السريعة ديات. لانه هيفرق جدا طبعا في التنقل. فقالوا الفيديو عايبكو. ياريت تولينا تحت في كومنتات. ولو انت مش مشترك في القناة ياتشترك. واشوفكم فيديو جديد. اشترك في القناة